موسيقى مشاهدين أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك الحقيقة النهاردة عنوان حلقتنا هيكون عن دور الجراحة المايكروسكوبية في العقم من أحدث وأضق الجراحات الحديثة لأمراض العقم أو جراحات الدوالي بشكل عام في الخصيتين هو العلاج بالجراحة المايكروسكوبية هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل وهنتكلم كمان عن الفرق بين الجراحة دي وأنواع الجراحات الأخرى أو بدائل العلاجات الأخرى في هذا الموضوع تحديدا مع ضيفنا النهاردة اللي بيشرفناها الأستاذ الدكتور حامد عبدالله أستاذ الأمراض الجلدية والتنسلية والعقم كلية الطب جمعة القاهرة استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة خليكم معنا فاصل قصير ونرجع نبدأ حوارنا مع دكتور حامد ابقوا معنا أستاذ دكتور حامد عبدالله أستاذ الأمراض الجلدية والتنسلية والعقم كلية الطب جامعة القاهرة استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة استشاري إصلاح تشوهات الأعضاء التناسلية واستشاري جراحات العقم وضع في الجنسي عناوين العيادات عيادة الجيزة 28 شارع مراد أمام مطرنية الجيزة بورج سكاي سنتر عيادة مصر الجديدة 71 شارع عثمان بن عفان مدان سفير مصر الجديدة تليفونات العيادات 0165-22313 أو 010-69-27-22-21 سعدني أرحب بيكم النهاردة في الفرع الجديد للعيادة بعد فرع الجيزة وهو في منطقة مصر الجديدة اللي بيكن لها معزة خاصة هي وأهلها الفرع ده مهيئه بكل أنواع التجهيزات لكل ما يتعلق بعلاج العقم عند الرجال وكل ما يتعلق بأمراض الزكورة وكل ما يتعلق بالتربط العلاقة الزوجية عند الرجال وبالتالي نجاهزينه ومتعقديه مع معمل مهم جدا أن نحن بنعمل كل التحليل اللي تخص الرجل وكل ما يتعلق بالصحة الزوجية والصحة الإجابية بتاعته بتتعامل كلها في نفس اليوم بالنسبة لخدمة أهلنا اللي في المحافظات العيادة كمان مجهزة بقسم خاص لأمراض الجلدية وبالذات الأمراض الجلدية التي تحتاج علاج خاص تحتاج علاج دوائي وعلاج موضعي وتحتاج إلى إشعاعات أو تحتاج إلى ليزر كل حاجة بتخص الجلد والجمال إحنا بنهتم نعرف إيه السبب العضوي اللي وراها عشان نعالج صح وبعدين بعد ما بنعالج السبب نفسه بنعالج بقى بعد كده أثار زي أثار الحكوب لو فيه تسبغات على الجلد لو فيه أي مشاكل بعد كده بنعالج كمان فيه قسم خاص بالأشعة البنفسجية لعلاج أمراض الصدفية المستعصية وعلاج السعلابة وعلاج البهاء بنعالج تساقط الشعر بحاجة اسمها جلسات الخلايا الجزعية بنمشي على الشعر بطريقة معينة وبسنون رفيع جداً بتبقى حاجة جير مؤلمة خالص ببقى فيه قبلها بنج وبعد كده بنحط المواد بتاعتنا اللي هي بتبقى متكونها من الخلايا الجزعية عشان نحافز بصيرات الشعر ونقوي الشعر اللي موجود بالتالي الشعر لو بيتساقط بيقل التساقط جداً ولو فيه أماكن فيها فراغات في الشعر بتبتدي تتميلي تاني ومع العلاج المستمر والمتابعة بيرجع الشعر كويس جداً ويمكن أحسن من الأول كمان بالإضافة كمان في العيادة فيها قسم مخصوص لتخسيس الجسم بدون جراحة خالص عندنا قسم لإذابة الدهون بجهاز الكريو أو التبريل بتشيل الدهون من أي منطقة في الجسم بدون أي تعرض لجراحة أو لتخدير عندنا كمان بنعمل حقاً موضعية لإذابة الدهون في أي منطقة من الجسم بدون الاحتياج إلى أي جراحة أو أي لأي تخدير عندنا كمان جهاز ليزر لإزالة الشعر في الجسم عندنا كمان خدمات تجميلية كويسة جداً خاصة للبوتوكس والفيلر وعلى فكرة الاستخدامات بتاعت البوتوكس والفيلر عندنا مش لمجرد التجميل عندنا بوتوكس لإزالة التعرق الشديد في الإيدين أو الرجلين عندنا كمان قسم خاص لعلاج كل ما يتعلق بالدوافر وكل اضطرابات الدوافر والشعر لإنها دي ممكن تكون علامة على أمراض جلدية داخلية كمان عندنا لعلاج بصار حب الشباب الحفر بتبقى موجودة بالذات في الوش طبعاً دي بتبقى مشكلة كبيرة جداً عند ناس كتيرة مش بس بنات بنات وأولاد لإم تبقى علاجها صعب ومش بتروح ولا بكريمات ولا بالعلاجات العادية يعني في النهاية بسعيدني أراحب بيكو في الفرع الجديد في مصر الجديدة وأهلاً بيكو دايماً في كل ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية وأمراض الزكورة عند الرجال وكل ما يتعلق بالأمراض الجلدية والتنميل عند السيدات مشاهدين أهلاً بيكو معنا وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك حلقتنا النهاردة زي ما قلنا في البداية هي عنوانها الجراحات المايكروسكوبية أو دور الجراحة المايكروسكوبية في علاجات زي العقم وغيرها الحقيقة النهاردة هيشرفنا بالحضور أستاذ الدكتور حامد عبدالله الغني عن التعريف أستاذ الأمراض الجلدية والتنسلية والعقم وكلية الطب في جامعة القاهرة استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة أهلاً بحيك ما شرف أهلاً بحيك ما شرفناً وحامد كالعادة وحينا نتكلم نهاردة على جراحة من أدق وأحدث الطرق في علاجات كثيرة خلينا نتكلم بحيك الأول عن إيه هي الجراحة المايكروسكوبية ليه تسمت كده هل هي فعلاً بالميكروسكوب شكلها هي الجراحة المايكروسكوبية فعلاً عشان للناس تبقى يعني عندها فكرة سريعة ومبسطة عن الموضوع هي الجراحة التي تعتمد على تكبير الجزء اللي بنشتغل فيه يعني بالصورة أبسط مش ضروري على فكرة يعني مش ضروري تبقى بالميكروسكوب ممكن بنضارة بنلبسها بنسميها لوب هي اسمها كده يعني مش مهم اسمها بس نضارة بنلبس نضارة بنلبسها دي بالزبط كده بس في عدسة العدسة دي بتكبر المنظر الجراحي اللي أنا شايفه أربع مرات أو ثمان مرات والميكروسكوب نفس الحكاية برضو الميكروسكوب الجراحي هو ميكروسكوب عادي خالص بس الحتة اللي بفحصها تحته هي الجزء اللي أنا بشتغل فيه من جسم الإنسان فده بيتيح لي تكبير نقدر نقول إنها الجراحة التي تعتمد على تكبير الجزء اللي بنشتغل فيه مش ضروري الميكروسكوب ممكن بحيث يعني نوسع التعريف أو المفهوم بحيث تشمل الميكروسكوب الجراحي وتشمل اللوب الجراحي أو بالبساطة عدسة مكبيرة أو نضارة مكبيرة نضارة نضارة فهي فعلا بتتلبس زي نضارة دي كده يعني باجي أعمل العملية بقى لأن النضارة دي بلبس نضارة تانية فيها عدسة عارف زي بتاعة الجواهير جي كده اللي بيحطها كده بس بعد هو بيمسكها كده ويحطها في عين ولا إحنا بتبقى هي بلت إن جوه النضارة بحيث نبص على المجال الجراحي أو الفيلد اللي قدامنا نبص عليه مثلا نلاقي الوريد دوت اللي في لأنه إحنا لما بنكبر الأنسجة بنحب نتعامل مع الأنسجة اللي ممكن مشوفهش بالالي مجرده بسهولة أوريد رفيعة جدا شرايين رفيعة جدا أو آلم فوية رفيعة جدا بتبقى بين قدامي واضحة جدا فلازم اتعامل معها برضو بأدوات دقيقة شوية دي كمان لما نجي نشوفها تحت المايكروسكوب أو العدسة ديات بقى ضخمة جدا بتبقى ضخمة وكبيرة لكن هي أساسا بتبقى صغننة يعني مثلا شنطة كده تلاقي فيها مثلا خمس ستة حاجات في شنطة قد كاف في الإيد لكن فعلا زي ما هي بتقول تحت المايكروسكوب بيبقوا كبار فإذا هي الجراحة المايكروسكوبية ببساطة هي نوع من النوع الجراحات بتعتمد على تكبير المجال الجراحي اللي أنا بشتغل فيه أو الفيلد اللي أنا بشتغل فيه عشان تساعدني على إن أنا أشوف حاجات ما كنتش هشوفها بعيني المجردة في مجال عكم الرجال زي ما حاجة بتقول دكتور حامد إيه اللي ممكن الجراحات المايكروسكوبية تكون بتعالجوا أو بنقدر نساعد في علاج؟ الجراحة المايكروسكوبية من أهم العمليات دلوقتي اللي بنستخدمها فيها هي عملية استقصال الدوالي الخسي عملية استقصال الدوالي الخسي دي من العمليات المهمة جدا تنبع أهميتها في إن كثير هناك كثير من الأفكار الخطيئة المرتبطة بها من ضمن الأفكار الخطيئة نبدأهم يعني مش بالترتيب معاناة بس عموما يعني إن هي عملية ما لهاش فايدة يعني بلق العين بقول لي بس أنا سمعت إنه ما لهاش فايدة ابن عمي عملها وما استفادش أو ابن خالتي عملها هون أو سمعت من واحد صاحب إنه عملها ما فايدة هنا بقى بنقول إن أي عملية في الدنيا لو تعاملت للعيان الغير مناسب ليه هون مش هستفيدوا شبال يا فايدة بنقول مثل بسيط كده نوضح الفكر إفرد مثلا واحد اشتبهنا إنه عنده التهف الزايدة الدودية عنده آلم هنا جامد بس الزايدة مش ملتهبة إفرد عشر عينين هو قد تلاقيه وكل تقيل مبارح عنده قرون عصر بأي حاجة هي سبب الآلم ده إفرد إنه في عشر عينين الزايدة مش ملتهبة عندهم وعملت لهم عملية الزايدة نسبة التحسن تبقى كم زيرو؟ صفر صحيح طيب هل معنى كده ده بقى يخليني استنتج لإستنتاج القادم إن عملية الزايدة ملهاش فايدة؟ لا طبعا نفس الفكرة هتعملت للشخص الخطأ لأنها اتعملت للشخص الخطأ بس اللي هو مش مريض فعمره ما هيتحسن يبقى نسبة التحسن زيرو لمقدرش أقول إن التحسن بعد الزايدة زيرو لكن لو عندي عشر العكس بقى لو عندي عشر عينين عندهم التهف الزايدة وتشالت يبقى نسبة نجاح الزايدة كان 100% هيا دي النقطة هيا اختيار حالات اللي بنستقصد فيها الدوالي الطبيب الوحيد اللي بيقول الحكاية دي هو الطبيب مش عشان يعني هو مميز عن بقية الأطباء لا عشان هو اللي بيشوف الحالات تخصصه كده زي دكتور النسا ممكن يقول للست تولد قراحة ولا قيصرية ولا تولد عادي مقدرش أنا أقول له حتى لو أنا الأب اللي مراتي هتولد أنا ما أعملش دعوة دي شغلته هو فنفس الحكاية لو دكتور جراحة عامة لو دكتور مسالك لو دكتور نسا غير مخولين بأنهم يحددوا يعمل الدوالي يعني الدوالي هي مش مجرد تقنية جراحية بعملها وخلاص زي مثلا أنا رايح عامل غير على الجرح بتاعي في الأجزخانة لا أنا دي حاجة أساسا هل تتعمل أصلا ولا لا مش معنى أن أنا بعرف التقنية الجراحية أن أنا أقدر أعمله جراحيا أن أنا حدد تتعمل ولا يعني فيه فرق بين أن أنا أقدر جراحيا أقدر أعمل العملية دي يعني الدكتور الجراحي العام مثلا ممكن يعمل أي جراحة في البطل بما فيها السيزيريان العملية القيصرية لكن مين اللي بعملها الدكتور النسا لو الدكتور الجراح عامل قيصرية الأمة والطفل هيصابوا بأخطار شديدة جدا لأنه مش شغلته فنفس الحكاية مع شديد احترامنا الدكتور النسا وشديد احترامنا للجراح العام والجراح المسارك البولئية دول مش هما اللي بيشوفوا الحالات بتاعة عدم الإنجاب بتاعة الرجال مش لوب بتخصصه؟ مش لوب بتخصصه بيشوف حالة مرة في الشهر بيجيله ودي طبعا قلعا حاجة حاجة طبعا التأمين الصحي حاجة طبعا مش عارف ايه شركة تأمين فشركة تأمين ما عندهاش فكرة عن الموضوع أو عشان يعني ترضى تغطي الموضوع تبديه الجراح عاما ويروحش لزكولة لأن الزكولة مش مغطاة تأمينين هي دي المأساة المتكررة بنشوفها كل يوم فبتكون النتيجة إن العيان بيتفرق بين الدكاتل زي ما بيقوله يعني يا إما دكتور ننسى يقوله أعملها أو ما تعملهاش أو ما لهاش فايدة نعمل لها الحق نمك أفيد دكتور جراح يقول لا لا دي مش مقتنع لها تتعمل دكتور مسالك تبع التأمين بتاع شركة التأمين بتاعة العيان يقوله لا مش مهم بكلم حاجة ما عارش بصراحة لأن دي احنا بنقابلها كتير العيان بيبقى جاي مش عارف يقوله دكتور النسى قال لي ما تعملهاش دكتور الجراحة قال لي عملها دكتور المسالك قال لي ما تعمل أعمل إيه هو معذور وأعملها تبع التأمين بتاع الشركة الموضوع مش بالبساطة دي يعني انت هو مش كشك سجاير بتروح الكشك الأقرب لك يعني دايما بقول دايما في فرق بين الدكتور وكشك السجاير فعلا أنا لما بقى بيكون عندي حاجة مهمة وكل ما تزيد أهميتها أنا بسأل عن الدكتور المتخصص فيها واشوفه فين في اسكندريا حروح له اسكندريا صح فأسوان هروح له اسوان ما وعيده بقى الساعة ستة الصبح هاخفضي نفسي ستة الصبح هروح له لكن فكرة الدكتور اللي هو كشك السجاير دي دي عاوزين نلقيها بتاع كله بتاع كله أو اللي أقرب للبيت أو اللي تابع شركة التأمين بتاعتين لا الموضوع مش بالبساطة دي لما اصلاحت المريض في الآخر يعني في النهاية المريض يامة بنشوف كده فأيه يجي المريض أقوله طب يعني كان حد قالك اتعامل بالبساطة دي في حالة مهمة حاجة مصرية فيها إنجاب وفيها حياتك وفيها بيتك وفيها ان بيتك يبقى فيه أولاد وحاجة مش سهلة يعني انت مش نازل تشتري علبة السجاير يعني لو طلعت بايزة ولا سندويتش مثلا تلاقي طعمه مش حلوه هترميه لأ يعني دي حاجة مصرية فازاي نتعامل فيها بالبساطة دي هيقول لأسروحت شبعة تابع شركة التأمين بتاعتي أسروحت المستشفى اللي جنب بيتي نعم طبعا الموضوع دي بقى من الحاجات اللي هي كتير قوي اللي بتخلي الناس كتير تقول لك عملت ده بل خصي ما هو بقى كل العوامل دي كل العوامل دي هي دي السبب وبقول لعين اه طبعا في عيان عملها وجالوا عكم عيان عملها وما استفادش منها لأنه لا الدكتور المتخصص عملها وممكن ندر منها لأنه لا الدكتور المتخصص عملها ولا هو عملها وهو محتاجها زي فكرة الزايدة واحد عنده قلون عصبي عشر عندهم قلون عصبي او واكلين انت ايه الامبارع عملت لهم الزايدة العشر مش هيخفوا ما جيش اقول عملت ازايدة مش هعملها بقى لكن يلي واحد عنده ازايدة وهتنفجر واسيبه ما تعملهاش عشان في واحد ابن عمه عملها ما نفعتش طب ما العين دي كده هيموت اللي عنده ازايدة فعلا فهي نفس الفكرة الدوالي الافادة بقى يعني الافادة اه المعني او الشخص اللي فعلا متشخص لهم يكون ايه وان كالاتي قولا واحدا دي حاجة معمولة تبع القواعد الامريكية في اجراء عملية الدوالي اللي هي امريكا بتحط حاجة اسمها او الدول امريكية عموما في امريكا عموما بتحط حاجة اسمها القواعد في اجراء اي عملية امتى تعملها وامتى ما تعملهاش فدي خلاص يعني تبقى زي دستور كده ما فيهوش اختلافات اطباء عيان عنده دوالي في الخصية ثبتت اكلينيكيا من خلال دكتور الزكورة كشفت علي لقيت عنده بالفحص الدوبليكس اكدنا التشخيص الاكلينيكي ما ينفعش مثلا يبقى بالدوبليكس بس وما ينفعش ومش حاسسها لازم حاسسها اكلينيكيا والدوبليكس مأكد الفحص بتاعي عنده تأثر في واحد او اكتر من مقيس السائل المنوي تشمل العدد الحركة سرعة الهامات المنوية نسبة التشوهات زوجته سليمة وعملت الفحصات عند دكتور النساء وطلعة سليمة فترة زواج اكتر من سنة بدون انجاب هي دي الشروط يوم معمل الدوالي العيان بالشكل ده خمس او ست شروط ملتزم بيهم نسبة النجاح فوق السبعين او تمانين في المائة يعني كل عشرة فيه تمانية ليجعهم اللي بيحصل ايه بقى انه لانه مش دكتور زكورة اللي بيتعامل مع الحالات ديت يا اما جراح او مسالك او نساء للأسف فما بيشتريتش السبع تمن شروط دول اللي هما الامريكان جايد لاينز دول فبتتعامل لعيان فعندي حاجتين قال عن مربع يا اما تتعامل لعيان هو مش محتاجها فمش هيستفيد منها يا اما يبقى لعيان محتاجها هو ما تتعاملش هو قد يعمل حق لمجهاري خمس وست مرات وهو عنده دوالي قد كده بس خليه قافة من الحقيقة يعني ايه عم بيقلها وهو مش مستفيد منها معنى كان في دوالي يا دكتور حامد بالفعل عند شخص وش ابنهاره بس هي مش مؤسرة مش مؤسرة تمام اه ممكن تكون موجودة بس مش مؤسرة مع دكتور زكورة يعني مش معنى دكتور زكورة حيشوف العيان ان هو ما احنا زي فكرة ازاي ده انا من مصلحتي يا دكتور زكورة ما عملهاش الا في الشروط معينة عشان تنجح فاتسمع ما انا لاببص اللي بعيد انا من مصلحتي ان هي لو العيان مش هيستفيد منها ما عملهاش صحيح لان انا كده هبقى بقى زي اللي بيعمل عملية زي ده الواحد عنده قلون عصقي مش هيتحسن منها وحيفقدر كل العين اللي انا بعملهم هنتقل من فشل لاخر وفي نفس الوقت لو حاجة انا مش شغلتي يعني ما بيجي العيان مثلا يقول انا عندي حصوة هنا ما تبقتش الهالي بالمرة وتبع قول له لا مش شغلتي تروح لدكتور مسارك ارشح لك احسن دكتور مسارك يعني الدكتور اللي هو بيشتغل في شغلته بس مفيش احسن من كده بالعكس يعني ولا ينتقس منك حقيقة حاجة انك انت مثل تبقى دكتور جراح عام بتعمل عمليات ضخمة جدا وعمليات حلوة جدا وبتبلي بلاء حسنا فيها لا ينتقس منك قدر كنت تقول له لا روح لدكتور الزي دكتور او حد اذا كنت تحتاجها ولا لا انا ممكن اعملها كتقنية جراحية لكن انت محتاجها ولا لا مش انا اللي حد كجراح عام او كجراح مسارك بولية لا دكتور الزكورة لا حد دي كلها عوامل اختيار الحالة بتاع الدوال الخصية دي اهم حاجة نيجي بعد كده للتقنية بقى او التكنيك الجراحي ده اللي مهمة اللي هو بالميكروسكوب ايه فايدته بقى فيها فايدته انه بيتكبر لي المجال الجراحي اللي قدامي او السيرج كالفيلد اللي قدامي بحيث ان انا بقى شايف الوريد بدقة جمد جدا اقدر استأثره بدقة جمد جدا بعض الاوريدة الصغيرة اللي ممكن ما تكونش باينة بالان مجال اقدر اشوفها يبقى كده انا اتأكد ان الدوالي مش هترجع تاني لان فيه نسبة رجوع من 20% ل25% للدوالي يبقى انا كده اتأكدت انها ما رجعتش للمريض تاني الحاجة التانية ان انا هقدر اشيل الاوريدة ديت ما شلش اي حاجة تانية مش محتاجة تتشاهد انا مش شايف كويس بسبب عدم وجود تكبير ممكن اشيل بالخطأ شريان مش مفروض يتشال عصب اصيب اعمل اصابة العصب جنب الوريد مش مفروض يصاب او عيلة مفوية مش مفروض تصاب يعني فيه انسجة كتير او حاجات كتير حوالين الوريد دوت المفروض بقى شايفها كويس من خلال التكبير وبالتالي لا يحدث لها اصابة فيه اثناء الجراح عايز اعرف من حقيقة برضو فيه اساليب متبع او طرق علاج تقريدية تانية بتتبع في مثلا المسأل بتاعنا بتاع دوالي الخصية او استصال الدوالي ده سؤال مهم الحقيقة سعاد العين بيسألني في الحكاية دي يقول لي طب ما هو انا دكتور الناس اخد لها علاج مش ضروري تتشاهد دي بالزبط برضو يمكن لان تخصص الزكورة من تخصصات الحديثة نسبان حتى على مستوى العالم يعني وبدأ في التمانينات من القرن الى عشرين غير تخصصات زي الناسة والبطنة والاطفال اللي هي حاجة كلاسيكية من نشأة الطب يعني تخصص الزكورة ده من التخصصات الجديدة حتى على مستوى العالم مش في مصر بس ومصر الحقيقة كانت حاجة نفخر بيها كانت سباقة في الموضوع ده في الاصر العيني عندنا في جامعة القاهرة تم انشاء اول قسم متخصص في الشرق الاوسط كله لجراحات الزكورة بس منفصل تماما عن قسم الجراحة العامة عن زمائلنا في قسم الجراحة العامة في جامعة القاهرة او زمائلنا في قسم المسارك البولية في جامعة القاهرة برضو احنا القسم الوحيد في جامعات مصر كلها اللي متخصص في جراحات الزكورة بس يعني احنا سطاف لوحده ما لناش علاقة بتوع المسارك البولية ولا لنا علاقة بتوع جراحة العامة دول تخصص ودول تخصص احنا ثلاث أقسام في كل الجامعات الأخرى في مصر باستثناء جامعة القاهرة في الأسر العيني في كل الجامعات للأس لسه لم يحدث هذا التخصص يعني احنا القسم الوحيد مالوش أقسام مناظرة في الجامعات الأخرى زي كلية اقتصاد وعلوم سياسية في القاهرة مفيش كلية تانية في أي جامعة تانية اسمها اقتصاد وعلوم سياسية فملهاش نزراء يعني في الجامعات الأخرى فبتكون النتيجة انك بتقدر تنقل الحالات مظبوط الحاجة التانية بيبقى فاهم بالزبط اللي بيتقلل عيان فساعدت الدكتور ننسي يقول له طبعا ما تخد لها علاجية ماينفعش اخد علاج لها نرجع برضو للمثل بتاع الزايدة اقول له طيب انت دلوقتي لو الزايدة متهبة عندك والدكتور اتأكد انها هل عندنا اختيار بين العلاج والعملية يقول لي لا طبعا الحاجة الجراحية ما تتعالجش دوائية عندك حصوة في المرارة قد كده هل ممكن لو خدت قرس دا وكده الحصوة تختفي لا طبعا لا طبعا المهم اول ما تسأله اسئلة الاجامة مش بلا لا طبعا طب مش معنى دي اللي بنسأل فيها بقى ليه نتيجة برضو لعدم وجود التخصص دا في جامعات كتير فبيبقى الافكار الخطيئة فيه اكتر عندك فتأ هل لو خدت قرس دا ويختفي برضو الاجابة لا طبعا طب ايش معنى دي بقى بنفصل فيها يعني تيجي على الدواء اللي بقى طيب اشيلها بالجراحة ولا اخد دواء نفس الاجابة هنقولها تشيل الفتأ بالجراحة ولا تخد له دواء تشيل حصوة في المرارة بالجراحة ولا تخد لها دواء حاجة جراحية بتتشيل بالجراحة بس تمدد في الاوردة الاوردة متمددة وضغطة على الخصية ورفع درجة حرارتها وخليها الحمالات تضعف والحركة تضعف وما بتخليبش بقى لك 7 سنين او 8 سنين او عملت حقنى مجارك هزا مرة ومنفعش وبعدين تيباع وكل الشروط بعدين تيجي تقول طب اخد دواء اشمال دي اللي هتاخد لها دواء اشمال اي حاجة جراحية تانية تقول لي لا طبعا لازم جراحة ودي بنفصل فيها فالجراحة ما فيهاش فصال الحاجة يا اما تتعمل جراحيا محتاج اتخلص منها يبقى بعملها جراحية مزبوط بالجراحة الميكروسكوبية اما مش محتاج اما احنا بنحط مثلا 7 او 8 شروط لاجراحة لو فقدنا واحد او اتنين لو السيدة عندها مشكلة ما عملش العملية اه ايوة ما هي دي الحاجات اللي بتمجح الجراحة او تخليها تفشل او تخلي سمعت زي اللي بتعمل زي المثال الشهيد اللي بنقول اول الحلقة زي اللي بتشوف عشر عينين عندهم كورونا عاصبي وقلم فالجانب الايمن من البطن نتيجة لكورونا عاصبي وتشلوهم الزي ده يبقى نسبة نجاح الزي ده زيرو ليش لازم صحيح يبقى معنى كده ان العيان اللي يجيله ازاي ده بقى هتنفجر وحيموت قسيب ويموت عشان في عشرة عملوها ما استفدوش من صحيح دكتور محمد يعني نقطة حقيقة وسطت بشكل كبير تخصص فكرة توفر الشروط الكاملة ايوه بالعاكد احنا شروطنا يمكن متشددة اكتر من الجراح او المسالك اللي بنشتغل نعدي على كذا حاجة ايوه ده دكتور الزكورة اه دكتور يعني بعكس ما الناس فهم الناس فهم دكتور الزكورة ده دكتور اه دعمل عمل الدورة طولنا بالعكس دكتور الزكورة اكتر واحد يختار الحالات اللي تتعامل والحالات اللي ما تتعاملش بشكور دكتور حمد احنا عندنا طبعا تفاصيل كتير واحنا نهارده بنتكلم على دور الجراحة المايكروسكوبية في العقم او امراض ذكورة بشكل خاص جدا خليكم معنا فاصل قصير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور حمد مشاهدين اهلا بكم معنا مرة تانية لسه مكملين حلقتنا عن الدور الجراحة المايكروسكوبية في العقم ومشرفنا بالحضور استاذ الدكتور حامد عبدالله استاذ الامراض الجلدية والتنسلية والعقم كلية الطب جامعة القاهرة استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة مشرفنا دكتور حامد جدا الحقيقة وحلقة مفيدة جدا مهمة جدا كمان فكرة التخصص كلمنا بشكل خاص عن الدوالي للخصية ازاي نقدر نعالجها ودور الجراحة المايكروسكوبية في علاجها بشكل خاص ايه الحالات الاخرى يا دكتور حامد اللي ممكن برضو نتدخل بها جراحيا بالجراحة المايكروسكوبية ولكن الأدق والأحدث طبعا اللي فيها نتائج كبيرة عظيمة الوقت اللي فات افضل حاجة تانية في جراحات الزكورة افضل حاجة فعلا هي عملية استكشاف الخسيتين ايه عملية استكشاف الخسيتين والله واحد عنده عمل تحليل سائل المنوي وهنا برضو بنحط عشر خطوط تحت كلمة التخصص لان بنشوف بلاوي الحقيقة في الموضوع ده واحد معندوش حوانات منوية في السائل المنوي يجيلك واخد ضفط الرشدات قد كده طب انت برضو زي ما رشدات علاجية اه يعني ادوية للعلاجية وصرف له عشرين تلاتين الف جنيه اربعين الف جنيه ادوية وعلاجات خلال وقت طويل كمان خلال وقت طويل وامراته سنها كبر طب انت هو طبعا مالوش زنب هو بيروح للدكتور بس يعني زي ما اقول حاجة لما بيبقى كذا دكتور في كذا تخصص بيعالجه ما بين نيسة و جراحة ومسالك بولية وحاجات كده فبيتكون النتيجة ايه تبص تلاقيه كاتب له حؤان وكاتب له ادوية طب اساسا عدم موجود حوانات مناوية في السائل المناوي ده معناها حاجة اساسية احنا بنعمل قاطع حليل دم وبنعمل اشاعات لمجرد استنتاج او نشوف نستنتج هل حنلاقي ولا لا لكن الحاجة الوحيدة اللي تخليني احلف حتى في امريكا ان اذا كان هذا العيان اللي معندوش في السائل عنده جوه الخصية ولا لا هي العملية اللي بنتكلم معنا اللي هي استكشاف وعيناتكس اي حاجة تانية تضييع وقت وفلوس يعني تلاقي عيان دكتور يقول له انت اصر الهرمات عندك عالية لازم ننزلها اصر الهرمات واطية لازم عليها وعلاجات علاجات 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 لحد ما روتوس انها هيكبر والرجل يخلص فلوسه كلها وهي الحاجة الوحيدة او ايه تيجي تقول له زي فكرة الدول برده وده طبعا بيبقى مش عيب العين عيب بعض اطباء اللي مش متخصصين اه انت محتاج استكشاف وعينات وتفتيش منكروسكوب في الخصية طب ما ينفعش اخد علاج شوية في الاول احنا دي لازم عشان تشخيص الحال احنا بننسى دايما ان العلاج في الطب ما ببنى على التشخيص اصلا هقول له مثلا لو انت ما عندكش حوانات مانوية في السائل وديتك علاج مفروض تاخده رشيدة دي تقطعها ليه بقى لانه انا لما عملتلك السائل ما نوطلع ابيض خالص كأنك انت ما عملتوش دس دي بالزبط شبه واحد مثلا متجوز بقى او سنة وتأخر الحمل جاي يقول لي انا بقى لي سنة ما بخلفش او سنتين فاروح اكتب له علاج من غير ما عمله تحليل سائل مانوية اقول له مثلا في الحالة دي هتعمل ايه هتقطع رشدت لانه طبعا نديتك علاج على الاساس ايه هنا عملتلك تحليل مكتمل مفيش تشخيص تشخيص ممكن نقول لسه ما اكتملش مع عملتلكش تحليل ما اعرفش ما جايز يطلع تحليلك سليم اقول لك خلي مراتك تروح دكتور ريسك صحيح يبقى ايزا لما اديك علاج وانت مرجل ما تعمل تحليل سائل مانوية بالزبط بالزبط هي نفسها لما اديك علاج وانت ما عندكش حاملات مانوية في السائل لان السائل دلوقتي ما تدنيش اي معلومة جديدة انت كأنك ما عملتش لسه تحليل التحليل هنا هيبقى تحليل ايه الخسية هي تحليل السائل المانوية في اللي عنده حاليا فلما تيجي تقول لي بس هو معذوق لانه بيبقى جاي يعني اكتر مثل سيب نشوفه العيان المسكين مش المسكين مادية المسكين مع الاطباء اللي جاي بالرشدتات علوة كده صرفه فيه عشرين تلاتين الف ابوس يقول مفيش العام بقاله كم سنة سبعة سنين ثمان سنين عشر سنين ما كملش فحصاته للاخر ما كملش هو قاعد يديله علاجات فحاجة هو مش شايفها انت ما تعرفش ايه له جوار خسي وهو بالزبط كأنه ما عملش تحليل سائل المانو وهو قاعد يعمل يدي علاجاتك فالعيان نفسه بيجي قولك طب ما فيش كرسي علاجي كده تلات اربعة تشهر حتى قبل ما تعمل للعملية اقول له احنا هنعمل عملية عشان نعرف ايه علاج مش العكس احنا مش بنعمل علاج عشان نعمل بعده عملية احنا بنعمل عملية عشان نشوف ايه العلاج ده اسمه استكشاف استكشاف يعني بستكشف حاجة مجهولة لسه تشخيص فدي نقطة مهمة قوي برضه في التخصص العملية دي بقى محتاجة الميكروسكوب لانه برضه هنا برضه يا جماعة ارجوك ما سمعاش عينة من الخسية تلاقي العين برضه يقولك ايه انت مش هتسحب لي بابرة او روحت الدكتور خصوصا في زملاء انا في الاقاليم الحقيقة الدنيا عكة قوي بتسحب بابرة كده يدخل ابرة كده يقول له اه دكتور حامد في القهرة هعملك قصة واستكشاف وميكروسكوب ده هندخل ابرة كده في الخسية ونسحب ونشوفه فيه ولا لا طبعا السحب بالابرة دي كارثة او تصل الى درجة الجريمة ليه لكذا سبب اولا هو بيدخل عمياني داخل يروح داخل بابرة جوه الخسية كده وسحب وشوفها تعتم ميكروسكوب اللي طلعه ده شوف فيه حيارات مناولة هي جريمة من الناحيتين جريمة في التشخيص لانه بيدخل مش شايف حاجة وبيسحب شوية دم معظمه دم انه مش شايف واذا كانت الحتة اللي دخلت فيها الابرة بالصدفة فيها حيارات مناولة حيلاقي اذا مفيش بس فيه الحتة اللي قبلها او اللي بعدها مش هيعرف خلاص دي اول جريمة فيه جريمة في التشخيص فيه جريمة تانية قلعا انه اللي ما بيدخل عمياني جوه الخسية بابرة كده ممكن يدخل يصيب الشريان الاساسي اللي بيغزي الخسية الشريان بيدخل في الخسية من فوق لتحتي ده الرئيسي ويتفرع منه فروعة غزي الخسية كلها فممكن دخوله في الابرة دي يعمل دمور في الخسية بعدها اللي الاقلاء العين حصل فيه عنده دمور في الخسية انتهت خالص فالعين يقول لي انت مش هتعملها بابرة او حاجة اسمها كلمة بقى تانية سخيفة قوي اسمها سحب عينة احنا مش بنسحب عين الدم ده لما نشوف عندك سكر ولا لأ هبناخد نسحب عين الدم اه ده انت كده في معمل تحليل لكن هنا احنا بنشوف بنعمل فحص ميكروسكوبي لنسية الخسية لان دي فرصتك النهائية في ان يحدث حاملة عند زوجتك فلازم نهتم بيه زي فكرة كشك السجال اللي قلناها قبل الفاصل انت جاي لدكتور في حاجة مصرية هتؤثر على مستقبلك وعلى حياتك وعلى إنجابك يعني لا يمكن ان احنا تبقى فيه حاجة اهمة من كده لكن انت ممكن تروح لكشك السجال اللي جنبك عشان ما تمشيش كتير في الشمس تجيب علبة السجال حتى لو طلعت بايزة هترميها لكن لما تروح لدكتور عشان انت معندكش حيوانات منوية في السائل وتروح للدكتور اللي جنبك او دكتور جراح او مسالك بولية او نسا يسحب لك بابرة او يقود يديك علاجات كل ده طبعا كلام فارغ هي العملية اسمها استكشاف على الخصية ليه بقى لان الخصية لو هي الخصية كده فيه اماكن فيها حيوانات منوية وفيه الاماكن اللي جنبها المكان نقطة نقطة يعني ملي مليان حيوانات منوية والملي التاني مفوش لو سحبنا الملي مفوش او حتى عملنا عينة فتح عادي وخدت عينة كده واحدة وبعدتها المعمل انا كده ضريت العين وضيعت فرصته في الانجاب وفتحته فتح على الفاضي بناهمس في اذن كاسيمنا الزملاء ارجوكو العين يتفتح مرة واحدة بس بس يتفتح مظبوط اللي من خلال استكشاف ما جاء مكان فيه مجال الاستكشاف على الخسيتين متخصص فيها دكتور زكورة يكون فيه تكبير عشان نشوف الاماكن اللي ممكن نلاقي فيها اكتر من غيرها من خلال الميكروسكوب فبيتكبر للخسية الخسية بتبقى قد الترابيزة فبقدر اشوف اه الحتة اللي فيها الفايل اه دي فيها حالات منوية بروح فتح عليها الحتة التانية دي فاضية مش هفتح الخسية من خلال التكبير بتبقى كبيرة جدا فببقى شايف كل حاجة فيها بالعين المجرده مش شايف واقدر ملقتش هنا اه وفي نفس الوقت بيبقى في معمل جوه قط العمليات اسمه مهم الاخصاب الدكتور او الدكتورة تقول لي ايه الحتة اللي انت على التهنى التهنى دي مفيهاش تدور في حتة تانية جنبها انا ببقى معاها اه قاعد عامل كده قاعد استمناها الحد بتقول لي لقيت ولا لأ وقاعدين في يعني في قط العمليات والعين مفتوح وانا قاعد متعاكم وقاعد خمس دقائق كده هي لقيت تقول لي لأ لسه ملقيت اه خد حتة تانية خد من الناحية التانية خد فوق خد من تحت اه قصة طويلة اه طبعا لان دي انا بدي العين فرصته العملية قد تستغلق ساعة او ساعة ونص لكن فكرة بتاع الزمان اللي هي عينة من الخصية او سحب عينة دي زي بيكون بيسحب عينة سكر عشان يشوف عنده سكر ولا لا دي طبعا دي فكرة فشلة جدا مش مزبوط الخصية المعلقة يا دكتور حامد كان لها حلقة من في وقت اللي سابق هل برضو دور العلاج المايكروسكوبي او الجراحة بالمايكروسكوب هل ده برضو ممكن ممكن برضو لان فعلا زي ما حالك اقول هي الخصية المعلقة بتبقى مشكلتها انه هي احنا مش بنعمل انزال بالمعنى اللغوي البحث احنا بنعمل اعادة ترتيب الوضع بتاعها لان الساعات بيبقى فيها التسقات حوالين الشريان احنا ملتزمين قوي بطول الحبل المنو بتاعها هي بتبقى فوق بس هي جاية شابكة في الحبل المنو الحبل المنو بتاعها ده هو عنصر الحياة ليها هو اللي فيها الشريان والاعصاب اللي بتغذيها فانا يا فرحتي لما انزالها تحت في الكيس وخياتها كويس يبقى شديت على الحبل المنو خليت الشريان يتقطع او الوريد فلازم برضو بالميكروسكوب اقدر ان انا اشوف مش هصيب ايه مش هصيب ايه فبرضو دي ممكن تبقى من حاجات المساعدة فيها السقل المنوي ممكن يصاب بصديد او ميدا ذلك نقدر نعرف اسبابه مع حضرتك وكمان هل ساعتها ممكن نتدخل جراحيا بالجراحة الميكروسكوبية السديد في السقل المنوي قد يكون سببه فعلا بعض الانسدادات في البربخ او الحبل المنوي وفيه قد يقول السديد بقى هنا هو كمان العكس عاد يكون هو السبب فبيعمل التهاب في البربخ البربخ ده هو زي بيغدى جنب الخصية بيتخزن فيها الحيوانات المنوية وتنتقل في الحبل المنوي ساعة السائل المنوي الساعات يحدث في بعض الناس اللي عندها صديد يحدث التهاب وانسداد بين البربخ والحبل المنوي ففي الحالة دي في عملية بنعملها اسمع توصيل البربخ بالانبوبة المنوية او الحبل المنوي والعملية دي لانها دقيقة جدا والبربخ ده دقيق جدا لازم برضو براحة ميكروسكوبية لعلاج العقم الانسدادي او انسداد الحيوانات الانبيب المنوية طيب يعني هذا الانسداد برضو بيعالج بالجراحة لازم ميكروسكوبية برضو لان الانبوبة المنوية رفيع جدا والبربخ رفيع جدا وصغير جدا فلما بيبقى من خلال التكبير سواء باللوب او بالميكروسكوب اللوب اللي هو النظارة او الميكروسكوب الجراحي بقدر الالاء البربخ كبير والانبوبة المنوية كبيرة وقدر اوصلهم وتبتدل الحيوانات المنوية تدخل تاني بشكل عامي دكتور حامد ممكن تقول ان الجراحات الميكروسكوبية زودت او سهمت في العلاجات جدا الى اي مدى النجاح يعني على اقل بنسبة 70 او 80% لان بتطيح ان عملية الدولة تجرى بنجاح وبتطيح العينين كتير جدا اتعامرت بالطريقة التقليدية عندهم اللي هي العينة القديمة او السحب بالقبرة اللي هي الحاجات الكارسية ديت عن طريق الاستكشاف والتفتيش الميكروسكوبي ان احنا بنلاقي حاملات منوية ونعيد الامل لمرضى كتير ما عندهمش حاملات منوية قلني اختم محاك برضو بسؤال المشاهدين او الجمهور اللي هو بيبعتونا من خلال موقعنا على الفيسبوك صحتك او برنامج صحتك او كمان بيتسلوا بينا في التخصص المعينة في الحلقات اللي هي دعوة بالتخصص ده بنحاول ناخد اجابات ليهم مريض اول او حالة اولة بيقول انا متزوج من 15 سنة تقريبا وعملت عملية دوالي الخصية اللي كلمنا محاك عليها النهاردة بس المشكلة ما تحلتش ولسه ما فيش اولاد غاية دلوقتي ايه السباب للك؟ طبعا نسا احنا كنا بنقول انه ممكن تكون اتعاملت مش بطريقة مصبوطة دكتور مش متخصص عملها مش بالجراحة الميكروسكوبية ممكن تكون موجودة زي ما هي هنحتاج نفحصه ونعمل اشياء الدوالي على الخصية نشوف هل فعلا الدوالي تشارت ولا لا اصلا الحاجة الاهم هل هو كان محتاجها ولا لا وهل هو كان عنده دوالي اصلا ولا لا نشوف ما قبل العملية كان في دوالي وهل فيش روط اجراء عملية الدوالي التمانية موجودة ولا لا من فحص اكلينيكي وفحص دوبليكس وفحص للسائل المنى وفحص للزوجة كل حاجات ديت لازم نشوف كل الحاجات دي عشان نشوف ايه سبب انه ما تحسنش بعد عملية الدوالي بشوك دكتور حامد بيتهالي وحاجة وضحت لنا النهاردة بشكل كبير جدا طبعا عن فكرة الجراحات المايكروسكوبية ووضحت لنا كمان امتى نقدر نعملها وامتى من قدرش نستفيد استفادة حقيقة وكملة من تشخيص هذا الموضوع وفعلا الجراحات الاستكشافية والتشخيصية الحاجة برضه وضحتها لنا ده فعلا يكون اساس للتشخيص السريم والصحيح في الاخر ده الفحص اللي بنقدر منه نقول التشخيص بتاعنا ونوصل للعلاج المزبوط والصحيح أستاذ الدكتور حامد عبدالله وأستاذ الأمراض الجلدية والتنسلية والعقم كلية الطب جامعة القاهرة استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة بشكر حقيقة لوجودك على النهاردة شرفتني جدا دكتور حامد كالعادة مشاهدين بنشكركم جدا لحسن متابعتكم لحلقة النهاردة شوفكم في حلقة جديدة موضوع طبي مفيد أيضا مع برنامجكم سحيط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر